رحبت دولة الإمارات بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الصدد مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارفي بالغ الحساسية والخطور الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة وأشارت معاليها إلى ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل في الوصول إلى حل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة اشتركوا في القناة